في أشخاص رياضي وقبل يوم واحد من أولى مواجهاته في منافسات كأس إفريقيا للأمامية عقد الناخب الوطني ولد الرجراجي ندوة صحفية بمدينة سان بيدرو بالكوديفوغ للإجابة على تساؤلات الصحفيين حول وضعية المنتخب الوطني وآخر استعداداته وللمزيد الضم إلينا من سان بيدرو منصف عدي مفادنا إلى كان منصف أهلا ومرحبا بك بداية ما هي أهم النقاط التي تناولها الرجراجي في هذا المؤتمر الصحفي نعم أهلا بكم أهلا بالمشاهدين الكرام من هنا من ملعب لغو بوكو مصرح مباراة المنتخب المغرب يام مناظره التنزاني لحساب أولى جوالات المجموعة السادسة من كان كوديفوار الفين وثلاثة وعشرين وبعد لحظات قليلة من الندوة الصحفية للنخب الوطني وليد الرجراجي الذي ركز من خلاله على آخر مستجدات النخب الوطنية وجديد استعدادات المنتخب المغربي لاختباره القارية الأول في البطولة أو في النسخة الرابعة والثلاثين من كأس أمم إفريقيا الكوديفوار كما قلت الفين وثلاثة وعشرين ركز من خلال هذه الندوة على آخر استعدادات وأكد أنها مرت في أجواء جيدة وعائلية وجميع اللاعبين في أتم الجاهزية للدفاع عن حدود المنتخب في هذه المسابقة وأكد كذلك أن هناك ضغط كبير على المنتخب لكنهم سيتعاملون مع ذلك من خلال خبرة بعض اللاعبين خصوصا وأن الجميع هنا يرشح المغرب بقوة لنين لقب بعد الملحمة التاريخية هناك في مونديالي قطر لكن وليد الرجراجي أكد أنه عمل بشكل جيد ووصول النخبة الوطنية بشكل مبكر لمدينة سان بيدرو جعلها تستفيد بشكل جيد من خلال تواجدها والتكيف مع الأجواء هنا في سان بيدرو طيب منصف هل أفصح الرجراجي عن جديد فيما يتعلق بالتشكيلة المنتظرة أو توقعاته لمباراة الغد؟ صحيح يعني وليد الرجراجي أكد هناك غياب رسمي وحيد لحدود اللحظة وهو نصير مزراوي لعدم الجاهزية لسبب معانته بشكل متواصل من الإصابة ولما حكى ذلك لوجود غيابات محتملة أخرى على عدة مراكز لكن سيحسن في الأمر خلال الحصة التدريبية التي ستنطلق اليوم الثلاثاء بملعب سان بيدرو هنا على الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت المحلي منصف عدي موفد في الانتفا إلى كان شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة